مقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري ماريكوس البشير بركاته على جميل المزامير تأتي الأبينا داود النبي والملك الضارب وركاته على جميعنا وباركه ربا في كل وقتين وفي كل حين تصبح توفي فمي بربي تفتخر نفسي فليسمع لو دعاء ويفرحه أليه 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 الكوات ربنا وإلينا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجدد الدائم ثم دخل قفنا حوم وفيضان بعد أيامين فسمع أنه موجود في بيتين فاكتمع كثيرون حتى لم يعود البيت يسعهم ولما كدام الباب فكان يخاطبهم بالكلمة فقدموا إليه واحدا مفلوجا يحملوا أربعة عجالين وإذ لم يقدروا أن يدخلوا به من أجل الجمعي صعدوا إلى السطح وكشفوا صقف البيت حيث كان موجودا وبعدما نقبوه دل السير الذي كان المفلوج متضعا عليه فلما رأى يسرع إيمانهم قال للمفلوج يا بناء مغفوعة لك خطيات وكان قوم من الكتب هناك جالسين فكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديفة لأن من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحده فللوقت يعلم يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم أيما أيصروا أن يقال للمفلوج مغفوعة لك خطاياك أم أن يقال كم أحمل سيرك وعمدي فلكي تعلموا أن لإبن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول كم وحمل سيرك وإذهب إلى بيتك فقام للوقت وحمل سيره وخاج قدام الكل حتى بعت الجميع ومجده والله قالينا ما رأينا واحد مثل هذا شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة